أمرك نورتنا ما شاء الله كافتن الياقة هي هي محافظ على الرشاقة عكس هواي لعبين من يحتزلون يأخذهم العمر نشوف من جيلك بالتحديد قصر عندك هريش عف الرياضة انت لا ما شاء الله اليوم حتى أحسن من عندي شكراك حبيبي نزار أنا الحقيقة يعرفون أكثر الوسط الرياضي إنه أنا محافظ دائماً ما أكون ألعب حتى بالخماسي أو مثلاً حتى إذا ما كم وريات يعني أتدرب أنا ما حب بصراحة ما حب أسمن حتى يعني حتى حتى من كنت قابل عن صاب أنه وأني مصاب أحاول أتدرب حتى ما يزيد وزن إذن حتى تحافظ على ياقتك ولا يزيد الوزن سمعنا أنه أنت حالياً حبيبي جحفر يحشق الخماسي ايه لا مشكلتي يعني بالفترة الأخيرة تعرف هذه الساحات الصغيرة الخماسي يعني تعرف كل المنطقة يفد أربع خمس ساحات فدائماً يعني عدنا فريق يعني دائماً نحاول بالليل يعني نتونس كابتن بشرني عاد أنت تتونسون بالليل تفوزون تخسرون لا لا ما نخسر الحمد الله أنا بالنسبة لي طبيعتي ما حبي الخسارة يعني دائماً نفوز إن شاء الله يعني تحب دائماً أنت دائماً نفوز إنه أنا يعني إذا أخسر يعني يعني يمكن لصبع ما أبقى حتى الآن بالفرق الشعبية ما أعتذى إذا أخسر كابتن ما تخاف أن تنصاب على أرضية الملعب الخماسي ترتان أنت كنت تلعب على أثيل الأرضية تختلف ما خفت لا تنصاب أولاً أصابت أصلاً بالخماسي لا هو طبعاً أنت لازم الأرضية اختلفت يعني حتى نوعية الأحذية هم اختلفت بالثيل شكيل وبالتارتان شكلتان يعني الأحذية تكون ناصية وتكون سماحية يعني نعم ومتأذي بس إحنا ما راح يعني نلعب مثلاً ذب كل ثقلنا أو مثلاً نلعب لجل الونسة لجل اللياقة لجل أنه أنت تحافظ على جسمك وعلى وزنك حياك الله كابتن، اليوم الحلقة إن شاء الله غير مثل ما أنت لعبت على الجناح بالخماسي لعبت جناح، لعبت أيضاً كنت تدافع نشوفك بالهجوم إن شاء الله من قبل وحد الآن أنت تحافظ على لياقتك طيب من هو مكتشف حبيب جعفر الشعلة من البداية؟ من هو اللي اكتشفك صاحب الفضل عليك؟ صاحب الفضل عليك تحيات إلى أصام الشيخ المدرهب أصام الشيخ تحياتنا إليك يعني أنا تقريباً عمري جيتم من المدارس الابتدائية من السادس الابتدائي إلى مركز شباب الفارس اللي هو كان مدرب للأشبال عصام الشيخ تحياتنا إليك هو اللي اكتشفني واللي يطور من المستوى طيب هذا اللي اكتشف حبيب جعفر طيب منه اللي دعاه للمنتخب اليوم نسمي الأسماء بمسمياتي حتى نسلم عليهم هم صاحبين الفضل علينا منه اللي دعاك للمنتخب كاف من حبيب جعفر؟ يعني هاي ممكن معلومة أنه الكل يقول عمو بابا اللي دعاني المنتخب مو عمو بابا دعاني المنتخب اللي دعاني المنتخب هو ذيرة اللي يصعده كيس العالم إذا تذكرهم بستة وثمانين ولا وانت صغير يعني مملحك عليه مو مال ستة وثمانين كابتن حقيقة مو مال ستة وثمانين لا لا انت مملحك نسمع أكيد نسمع يقولونا أكيد يعني قاري طبعا متابع متابع إن شاء الله بستة وثمانين كان صعدنا كيس العالم أنا كنت من ضمن الفريق اللي يعني اللي صعد كيس العالم كنت لاعب يعني شاب صغير بالعمر فإرادوا أنه يعني يدخلوني الفريق على مدى استفادة من المنتخب إذن المؤدرب هو فيرة طيب نسمعنا شنو سبب عدم استدعاك للمنتخب من قبل عمو بابا كابتن ليش؟ تدري كل يعرف الوسط الرياضي يعرف أنه عمو بابا ما يحب الأكثر يعني أنا وليث وساعد كيس بالبداية ما رادنا لي أنه كل اللاعبين المنتخبات اللي يمروا على عمو بابا جيل عمو بابا كلهم أطوال هو ماري كنت استضيفت شفت كابتن نظم شاكر ما شاء الله ناطق هاشم الله يرحمه عسين سعيد عدنان درجال أحمد راضي كلها أطوال فهو ما أخذ فكرة على الإكسار أنه يقول لك أنا ما أعصم هذا الإكسار بس مني جينا يعني التحقنا بالمنتخب يعني صرنا فرضونة عليه إنه إحنا نصير بالمنتخب أنا وليث ومساعد فهو ورا فترة قالاني هس أنا غيرت نظرت عن الإكسار كابتن أنا جايك بالسؤال إبيالعبة أثبتت لي عمو بابا بأن إلا وجهة نظرك كانت خاطئة بأنه هو حقه يحب اللوعي بالأطوال ما شاء الله نظم شاكر واسماء جميل أنت ذكرتها إنه قامت ومن حقه هو بس بيالعبة بالتحديد غير وجهة نظر عمو بابا الكابتن حبيب جعفر أنا سحبت قلت لك سحبت يعني ورا يعني هو بعد ما فرضونا عليه للمنتخب هو كان مدرب لعبت خمس دقائق ضد الإمارات آخر خمس دقائق بديل مكان حارس محمد لعبت على جهة اليمين أنا الخمس دقائق هاي برزت بيه ما شاء الله يعني عدت جرى إنه أو فوت أراه يعني لاعبين أكبر من عندي يعني بوقتها عامري Lite octa or NayゴIR اضwe oder 12十 سنة فبوقتها أفوت أراه يعني معا جسر مثل ما يقول فجنت أفوت لعبت كراة حلوة مثلا يعني ذكية وشاف المستوى بها الفترة أه بعدها أنا استمرت كأساسي جميل غيرت يعني بهاي الخمس دقائق هاي أثبتت أثبت أنه كل المباريات الوراء أنا ثبتت قال يعتمد علي إذن، رقم يعتمد على اللاعبين المصري إذا قصتك توافق أن الرأي تشبه قصة اللاعب المصري جدو نزده آخر عشر دقائق قوّل هو أنا داك وأصبح كذلك أساسي غير وشة نظر المدرب أنا داك اللاعب المصري كي دا جدو نسلم عليه إحنا إذا خمس دقائق عم وبابا أساسي بعد طيب خلني رجع لبدايتك سمعت أنه جتني معلومة أنه يقول الكابتو الحبيب جحفر من كنت تلعب مع الناشئين أنه أنا رح أصير أحسن لعب بالعراق يعني هاي أنا أتذكر كان منتخب شباب بال77 يتذكرون الجمهور بال77 كان منتخب الشباب بيران أنا شفت حسين سعيد يعني حسين سعيد يلعب وسجل بها هدفين أو ثلاثة أدار فأنا شتت أتفرج بالتلفزيون صغير يعني عمد تقريبا عشر سنوات فقلت أنا لازم ألعب وحسين سعيد يعني هذا اللاعب يعني أنا بينه وبين نفسي قررت أنه أنا لازم أوصل يعني هو توفق من رب العالي من أكيد بس أنا كحبيب جحفر أنه لازم أوصل بهذا المكان أروح ألعب بالطلابة حتى أوصل لهذا الشخص لأنني حبيته من خلال تدري الأطفال حبون اللاعب اللي سجل أهداف فأنا من شفت حسين سجل وهذا قلت هذا عرفه يلعب بالطلابة يعني معلقه فقلت أنا أوصل والحمد لله وصلت ولعبت وياه زين كابتن هوايا ناس يشوفون نجوم حالياً كلوعي بكرة قدم كشعراء كفناني يقولون ريد نوصل لهم ولكن أحياناً يصير عنده أحباط منه اللي شجعك موس أنت شجع تروحك منه اللي كان المحفز إليك يا حبيب اسعى حتى توصل من كان المحفز أنا ذاكي يعني المحفز إليه كان والدي الله يرحمه الله يرحمه يعني هو كان دائماً ما يكون حتى من كنت شباب الطلبة دائماً هو يوصلني يعني هو اللي شجعني يعني شجعني على أنه أبقى أستمر ولازم أتدرب ولازم 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 والحمد لله طيب وإحنا سمعنا جتنا معلومة خلينا شوف قالوا أنه والد حبيب جحفر كان يرفض بالبداية أنه يدخل إلى عالم كرة القدم يعني هو على مدد الدراسة وعلى مددنا وقمنا يعني نتهرب من الدراسة وهذا فبالبداية ما كان يعني كان معارض بس بعدين من شاف يعني شافني ألعب وشافني يعني الناس يقولوا له ترى هذا ابن أخوش لاعب وهذا فرح بيك أي فرح فقام هو بنفسه قام يوصلني للنادي ويجي يتفرج عليه بالمباريات فاضل عبد النبي صديقك كانوا إياك لعبوا إياك فاضل عبد النبي حاليا هو بأمريكا أتمنى الله الصحة والعافية وهو كان من يعني كنا زملاء وأخو أكثر من أخوة دائما ما كون يعني متواجدين يعني عوائل طيب من اللي كانوا إياك أصدقائك أنا خلي نسلم عليهم من عبدتهم من اللي كانوا إياك يوسف كانوا إياك يوسف فعل كانوا إياك أيضاً؟ يوسف فعل كان موجود بعد كان تحياتنا لكابتن يوسف كان ليث حسين تحياتنا ضمن اللاعبين الناشين اللي اللعبنا سواء نعيم صدام يعني الدولة تقريباً اللي يعني بالبداية بالصغر ما شاء الله عليكم أصبحتم من نجوم وأكيد افتخر بكم العراق كابتن خلني نتحدث أكثر في موضوع الأخطاء نويات اتندمت لعبت تحت أمرة أي مدرب كابتن حبيب جعفر قلت أنه أنا حرامات لعبت وهذا كان مدرب إلي ما ضاف إليك أكثر يا مدرب هو عانيت معه نسمحنا هو يلوعي بأنه ترى هذا المدرب ظلمني هذا ما يريدني أنت في مدرب وقلت حرامات أنا يرحت لهذا النادي وهذا دربني بصراحة خلنتكلم اليوم كابتن بأصدق الحديث بصراحة أنه أنا كل المدربين اللي أشرفوا عليه يعني تحياتي لهم كلهم هم يعني حبوني وأنا حبيتهم صراحة يعني ما عندي أي يعني أي مشكلة وياهم ممكن ممكن يصير الأخطاء يصير أنه يعني يصير كلام مثلاً بينه بين مدرب أو مثلاً يصير زعل أو يصير مثلاً تدري يعني كلاعب يعني دائماً معرض للخطأ فدائماً مثلاً مثلاً نتحاتي هو يلاعب مثلاً صور مشكلة بينه بينه اللاعب صور المدرب مثلاً يطلعني مثلاً يطردني بس أنا كلهم يعني تحياتي لهم وما عندي أي أشكال ويأي مدرب طيب أي أكثر مدرب مثل أنت اللي أخطأتش حق اليوم حاب تعتذر من عنده؟ هو يعني المدرب بصراحة نصرة ناصر الله يرحمن توفى لأنه نصرة يوم من الأيام هو أخطأ بحقي وأني أخطأت بحقي لأنه أنا بعد ما يتوفى بفترة قسيت عليه بالتلفزيون بالتلفزيون وبالجانده لأنه أنا ليش قسيت عليه لأنه أخطأ بحقي يعني من وراء دخلت رضوانية يعني من وراء دخلت للرضوانية مع اسكر ضابط شهر لذلك كان حز بنفسي أنه أحكي عليه بس بس طريت أن أحكي عليه لأنه يعني الحقيقة ما تنظم فحكيت عليه وهو من القرأ أو شافني زعل يعني حتى عاتب يعني عاتب أصدقاء القريبين عليه أنه ليش حبيب حتش عليه ليش شيء ليش معه وتعاقبت أي بوكت هاني تعاقبت زيان كابتن نحن نسمع دائما أنه يقولون كل ما المنتخب يخسر أكثر لاعب يتعاقب هو الكابتن حبيب جحفر وأيضا نحن سمعنا أنه موضوع أنه صح أنا ذاك اللاعب كروت القدم كان يتعذب من يخسر أي نعم موجودة وأكثر اللاعبين يتعذبوا نعم صح أنا أتعذبت أكثر واحد بس أكثر كل اللاعبين اللي Лю بلأعب من المنتخب هو هو التعاقب جيد Nous سؤال ليش أنت أكثر لاعبت أعقبت أنا ذاك جيد اللاعب إحن نريد أن هي لفد أجواء جميلة حتى يقدر يبدئ أكثر عندما يوجد موضوع التعذيب مثل الزيان؟ أم موضوع التعذيب جسدي? كل invasion suppose يعني سابق عن كل انواع التعذيب أنا أتعذبت يعني وكأنه ليس يقول ريالي تقول مثلاً جندي يعني حشة جنود يعني من يتعاقب وين يذبوه مثلاً مع اسكان رضابط ريد اليوم نفهم منك وحدة وحدة يعني المنتقب حالياً خسار ودوا حبيب جحفر وأصدقائه عدل الجزان الصفري يعني أكوناس في غرف معينة ودوكم خارج الملعب يعني احتداء جسر دي احنا قلت لك كل أنواع التعذيب يعني التعذيب مثلاً الضرب التعذيب مثلاً التدريب التعذيب مثلاً السجن بغرف يعني صغيرة وغرف هاي سموها الحمرة الغرف الحمرة اللي هي شي سموها ما عرف هنرف يلبس بدل حمرة عدام بس لا هي غرفة حمرة ماذا الحمرة موحلوها يعني هي هاي الحمرة شون يعني من تطلع تشوف الدنيا غير شكل تتعب نفسية تتعب بيه تتعبك نفسية زين ورما تعذيب زيان زيان الصفر هاي طبيعية صارت عندنا قمنا احنا 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 من كيف نروح نزين يعني هم زينون العادي لأنه حتى شعرنا وقع من زيان زين كافتين اوكي طيب ورما تعذبنا وتبهدلنا آخر بهدل على قوت اخواننا المصريين قمنا نفوز التعذيب جاب نتيجة هو مرات 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 يجيب النتيجة ها بيالأب هو مو 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 على مدى العقاب اي مو على مدى العقاب لا بس هي انت انت كفرير يعني كمنتخب يعني اسماء يعني بس انت مرات يعني مرات تخسر ها كرة القدم اي يعني ما ممكن انت كل مباراة تتخسر طبعا انا اكيد انا ادنا هنا انا كان بالسابق لازم ما تخسر اي لازم وكت هذا الشيء محال لازم لازم متحشوها الحكام لازم متاخذ انذارة احمر لازم اي ادنا يعني ها ادنا بالعراق لازم اه شغلة ثانية يعني بالاخير انه قام يعني احنا كرة لاعبين كرة قدم هي كلها اخطاء طبعا كلها اخطاء يعني انا اليوم اليوم يجون يحسبون علي كم باص اخطأ به نعم كل خطأ الجلدة لا طبعا هي كلها اخطاء يعني انا كرة ارفحها انا ارفحها للمهاجم من يرح يأخذها لو يأخذ الگولتي لو رح ينطح المدافع هاي كتبوا عليك خطأ هاي تنجلد علي وكيد اللاعب رح يرتبك باللعبة حتى لا يخطأ اي خطأ موضوع اكيد موضوع نفسي رح يكون احنا عدنا لاعبين يعني من شافة وسمعة وهذه الأشياء قاموا ميلعبون قاموا يتمنى يتوسل بالمدرب حتى ميلعب زين لانه يتعب اكو لاعبين بس احنا لا انا بالنسبة لي انا شنت شوية جسر يساعد قلبك احسنت ونا منك انا شنت جسر يعني بصراحة وشنت وكح انه ما اتحاشى يعني انا اتذكر عاقبني منها اروح اسوي غشك اها اه في سبيل اغيطة يعني اه يساعد قلبك اخر شي قلول انت عمي رح تنعد انترى قلت له ما ما يعد ترى اللعبة الطوبة هي وصلت للاعبين اي اي والله لا 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 الحمد لله لا يمكن انت جوزة ما يعني ما سامع بي او ما شايف بس اللي داخل بس اللي داخل بالعمر غير شكل يساعد قلبك كابتن الله يساعد تحياتي لك انا اليوم سعيد كلش لانت اليوم وياي في برنامج اخطائي لعبت لنادي الطلبة اخطائت بي لعبة معينة وتندمت علي لحد الان ظلت مثل ما يقول اللعب مني ضربة جزاء ما يقول تظل تحز بقلبة ركلت جزاء اخطائت بحق مدرب بحق لاعب لعبة معينة ما تحب تذكرها في نادي الطلبة انا اللعبة اللي ما اريد اذكرها ولا اريد احتي بها هي لعبة النفط الطلبة اللي راح من عدنا الدوري يعني على هدف واحد راح من عدنا الدوري هذا يعني هاي المباراة كارثة هاي المباراة كارثة يعني يعني احنا مجاهزين انه ناخذ الدوري مجاهزين كل شي بهاي المباراة هم نادي النفط لا تهم المباراة لكننا تهمنا نحن هدف واحد نأخذ الدولة نتعادل زوراء يأخذ الدولة فراح من عدنا زين كابتن انتقالت من الطلبة إلى الزوراء ما سر انتقالك من الطلبة إلى الرشيد انتقالت الكابتن حبيب جحفر من الطلبة إلى الرشيد ما سر الانتقال ضغوط من قبل مدرف نادي الطلبة أو دفعوا لك مبلغ مادي أكبر نادي الرشيد رئيس الاتحاد السابق ضغط عليك احكيتنا أكثر سر الانتقال ما كان كابتن؟ أنا أول شيء يعني بالفترة يعني لعبت موسمياً لطلبة الفريق الأول قبل عدنا يعرفون الجماهير الرياضية أنه اللاعب البارز بالدوري وين يأخذوه غصب المعلي رئيس الاتحاد السابق كان هو رئيس نادر رشيد يعني ما الدولة ما الحكومة أي لاعب بارز تشوفه بالرشيد فهنا بهالسنتين برزد نسحبت بيه منتخب رأسي نأخذوني للرشيد يعني مو بس آني يعني احنا 15 لاعب منتخب وطني يعني 15 لاعب منتخب وطني خيرة اللاعبين بالعوة طيب كابتن أيهما كانت التجربة الأجمل إليك من لعبة للطلب أم من لعبة لنادي الرشيد بصراحة لا طبعا أنا بروزي أحبيت بروزي هو بنادي طلعبة يعني شون نقول مثلا بيينت ونعرفت بنادي طلعبة بس أخذتوا بكاتن هواي بطولات بنادي الرشيد بطولات بصارات يعني أجمل أجمل ما بحياتي بالرشيد يعني قضيت أجمل حياتي بالرشيد الرياضية بصراحة ليش تقول لي ليش نحن نقلت لك 15 لاعب منتخب وكل البطولات المحلية والخارجية احنا حصلنا عليه بالأضافة إلى شغلات يقدموننا إياه مثلا يعني أنت من تأخذ إنجاز تحصل على كل شيء بس بالأضافة إذا ما جبت إنجاز أنت راح تتعاقد إذن انت قلت لي عشت أيام جميلة بنادي رشيد بطولات ونجمنا برز أكثر شون أكثر شيء أكثر على اللاعب كابتل احنا أكثر شيء نسمع حالي إن موضوع النساء تأثر على اللاعب ونذاك أنت كنت نجم ما شاء الله عليك وموضوع معجباته هواية أنت نذاك أنت تدخن شك بر المعجبات في حياتك كابتل والله هي أشوف هو طبعا كل نجم يعني عده معجبات كنا يعني مرينا بحياتنا يعني بالحب وغير الحب علاقات موجودة ويالنساء أثرت عليك؟ أثرت عليك هالعلاقات؟ هي طبعا تأثر ليش لأن أنت ذا أكثرت من عتايا أو مثلا تروح تتجه على اتجاه واحد وتترك اللي هو الاتجاه المهم اللي هو مستقبلك والرياضة والوطن والمنتخب فراح تنتهي أنا الحمد لله وشكر أنا أحكي لك عن نفسي عن نفسي أنا ما اتجاه اتجاه قوعة باتجاه النساء أو باتجاه السهر أو باتجاه مثلا الأرقيلة والجيغاير يعني موازي الكفة ما بين النساء وما بين لعبة كرة القدم وموازي الكفة أنت أي نعم أنا أكثر شي كنت أمين للرياضة أكثر ما أمين له يعني منه كان أنا ذاك أكثر لاعب من المنتخب أنه عنده هواية معجبات وما غرت منه أو غرت منه بصراحة خلنا نتكلم اليوم مثلان لاعب مو بس لياقة جيدة جدا ولاعب نشط في الملعب لا بس حتى معجبات عنده أكثر من عندنا غرت من من أنا باك أكيد هو كل لاعب عنده معجبات غرت من من أي كل لاعب عنده معجبات يعني كلهم معتهم معجبات كلهم معجبات قوية يعني لكل موجودين بس الأكثر كان أعتقد أحمد راضي أعتقد سعد قيس يعني هذول أكثر اثنين يعني أنا سعد تحياتي لأ سعد صديقي أخوه حتى في المنتخب وكابتن؟ كنا أحمد راضي أحمد راضي نفس الحالة وسعد قيس وسعد عبد الحميد لا سعد قيس سعد قيس طيب وكابتن ناظم شاكر شو تعرف سعد عبد الحميد متر سعد قيس نعرفهم أكيد فأنا لا أعرفهم نعرفهم إحنا بس أنا ببالي كنت أجيك أريد أيضا على الكابتن ناظم شاكر ما ذكرته تعجبت طريقة استغرب أنه نعرف أنه كابتن ناظم شاكر أنا لأك معروف في المعجبات فترة بسيطة يعني مو مثلا مثل معصارة أحمد راضي وسعد وليث ونعيم هذولة يعني تقريبا قريبين على عمري ناظم أكبر من عندنا يعني أقدم من عندنا بس أنا لحقت على ناظم بالبطولة بطولة الخديج 86 يعني بهاي البطولة وراها يعني يعني ابتعدنا يعني مو مو ما زامل تكثير بالمنتخبات طيب حكيب تحياتنا لكل من ذكرت سنبتعد شوية عن الكرة نرجع لي حياتك الشخصية ومن ثم نرجع نتواصل في الكرة أكثر أنت الأول الأكبر في العائلة وكيد والله أكبر كم نفر أنتم كابتن؟ نعم نحن 11 ما شاء الله أربع بنات وسبع ولد أنت؟ بس أنا بالوسطى ترتيبك؟ نعم وسط آمن يعني الأكبر الولد يمكن؟ الأكبر عندي أخويا ثلاث ولد أكبر من عدي واثنين بنات أكبر من عدي آني بالوسط والذي صغر من عدي وثلاث ولده صغر من عدي أظن أنه المهاجر خارج سلام المهاجر خارج العراق الحبيب شون شفت موضوع هجرة أخوك سلام لخارج البلد حتى نشوف أكيد رح تهدي رسالة لكل من يشاهدنا حالين الشرب أنه لا تهاجرون كيف كان تأثير أخوك من هاجر عليكم في المنزل كيف كان تأثيره عليك على الوالدة والإخوان الله يطول بيعمارهم؟ طبعاً هو من هاجر أنا طالع من البيت يعني يعني مو يأهلي هو كان ويأهلي بالمدينة بس أكيد تأثرنا عليه هو بوقتها كان صغير من طلع تقريبا طلع بالسبعة وتسعين لأنه نانا ما شاف مستقبله يعني راد يحترف بره كان نانا ماكو احتراف يعني أنت مو كيفك تحترف لازم أنت تحترف لازم تقدم يجيك عقود من بره وتوافق عليه الأولمبيا يا الله هو هو اثنين وثلاث لاعبين يمكنويا أهم شردو مثل ما يقول يعني طلعوا من العراق راح التونس راحوا التونس يلعبون هناك بقى هو الزوج حتى الزوج يعني كونا عائلة بل تونس فأكيد يعني هو موجود كان هذا موجود الحمد لله يعني هذا صال العشر يوم متواجد بالعراق الحمد لله أنا ذاك أكيد اشتاقت له كثير طبعا هو دائما نحن ما نشتاق له وهو يروح ويرجع يعني ما يبقى فترة يعني فترة كل فترة ويرجع ايه كل ستة شهر ثمانتة شهر يجي ويرجع الحمد لله الله يخلي لكم يا ربي على طول يكون متواجد بيناتكم وتتهنون به هذا أقول كل مهاجر أما الأخ الآخر الشهيد حابين اليوم عباس نفهم القصة منك أكثر كيف استشهد شوان تلقيت خبر استشهادة الأهل حابين نفهم أكثر في موضوع والله عباس يعني شغلتها غامضة صراحة يعني احنا يعني ما يعني شنت نايم الصبح ساعة بثمانية ندقي التلفون أخوي أول مرة أنا ما قد الصبح أي فاستغربت من دقيقة التلفون قلت لها آخر قل لي قل لي عباسك كتر شوان رأسي قمت من الفراش أريد ألبس ملابسي مواع مواع المهم راحت ظاهر يعني كانت أكوع صعب وما عرف شنو يعني يعني بالمنطقة يعني أكثر من شخص ينكتله بنفس الطريقة هو بوقتها كتله الصبح ساب السبعة الصبح فمن أعرف لحد الآن يعني شغلته غاض يعني من أعرف شنو السبب يعني حتى يعني زوجته ما تعرف أقرب الناس إلى زوجته ما تعرف شنو عنده عداوة عنده شي هو دائماً هو دائماً إذا عنده شي يعني يقول يعني يحكي بس ما تقول ما عنده شي بأسنة؟ قبل ثلاثة سنة ثلاثة عشر طيب كابتن قبلها ما تتصلوا بكم أشخاص منه هددوكم يقولون يغضوا منكم مبلغ معين ولا فجأة تسلموا يتم مغضو فجأة يعني قلت لك لحد الآن يعني زوجته أقرب الناس إلى يعني حتى التليفونات شفناها ما عنده يعني لا عنده رسائل مثلاً متهديد لا مثلاً سألنا الأصدقاء سألنا المكان اللي قاعد به لحد الآن ما حاجة يعني أقرب الناس زوجته خوب إذا مثلاً صور مشكلة خوب زوجته يقول له مثلاً هو من النوع يعني أي شيء يصير عدا يعني حتى مثلاً من يلعبون خماس يلعبون اسمه من يصير عده مشكلة ويا شخص يأتي لأخو يأتي لأخو ذكرياتك مع أخوك كان هذا الاستشهد قريب عليك لك ذكريات أكيد جميلة ويا هناك جملة معينة في بالك حاب تقولها لك الآن المشاهدين يقولون طيب ما هو أخو مات أنت زيد المواجع يا نزار نقول لا نحن لا نزيد ولكن هناك جملة معينة في بالك موضوع معين تقول كنت أتمنى لأخوتي شوفني أنا نجم كنت أتمنى لأخوتي شوفني صرت مدرب لنادي الطلبة كنت أتمنى لأخوتي أكيد شافك هو مدرب على سبيل المثال طبعاً كنت أتمنى لأخوتي شوفني عملت فلان موضوعاني لو ييايا حالياً في جملة معينة أمنية معينة كنت حاب أخوك عرفها والله الأمنية الوحيدة اللي أنا ما شد مرت فقدة يعني اللومنية الوحيدة مو لنه يشوفني او ما يشوفني بس آنه علاقتي به يعني صديق يعني مو اخ هو اكثر اخوتي هو يعني داما يتردد عليه يتردد عليه لذلك تشت اتمنى كو يكون موجود يعني يعني ويبقى يميا انا اشوفه بس هاي اقدر اغضوك وان انت عنا عاني رحد وان بيا مكان انت عصرت وين وين ألقاك وين يمتاك شو صارت أخبارك سكتاك وين ألقاك وين يمتاك شو صارت أخبارك سكتاك وين انت عن عيني بعدت وين انت عن عيني بعدت وين انت عن عيني بعدت وين انت عن عيني وين يساعدك كابتن وأشأل الله أن يرزقك والدك عفوا أخوك الفردوس الأعلانة اليوم حزنت والله حزن كبير جدا على أخوك هوايا عراقيين راحوا للأسف السماء تصلوا بنا استردتوا مبلغ مادي ننطيكم احنا المبلغ المادي ما بلغتون حتى نحافظ عليه ممكن أكثر أنه ترى يمكن راح يخطفوا أو ما نعرف يا جهة أغلت حتى على أقل نأخذ ثارنا ونرتاح هوايا شباب يعني راحوا حرامات فجأة تصلوا بنا والله ترى أخوك حالا حالة تمارة كانت ضيفتك لا لقات أخويا ما نعرفه احنا وين أقل لا لو نعرف وين منه اللي أخذه حتى احنا نرتاح يا المشكلة يا المشكلة احنا يعني لو مثلا نهددين مثلا ممكن تعرف تعرف من الهديد ما تعرف لحد الآن لحد الآن شي غامض يعني أنا حتى 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 والدتي قبل قبل سنة توفد على مودة إلى رحمة الله إلى رحمة الله حقها أكيد ابنها والموضوع الابن موضوع كبير موضوع الوالدة يعني وحنيتها يرزق إن شاء الله الفردوس الأعلى يا كابتن ما فكرت انت غادر انت بر العراق ما شفت هذا المشهد أن أخوك استشهد ووالدتك ورا فترة ماتت يعني على مودة يمكن من القهر خطيئة ما فكرت أنت أصلاً تهاجر خارج العراق تطلع مثل ما هو لوعي الكرة قادمة تسافروا لا أنا بالنسبة لي ما أقدر ما أقدر أسافر يعني ما يعني أنا يعني إذا أطلع سبوع أسافر أريد بس أرجع المغناط ما أحب أسافر لأنه أنا أول شي يعني عد عائلتي موجودة وبيتي فما وشغل موجود هنا فما الحمد لله يساعد قلبك كابتن وأتمنى لك حياة حلوة وجميلة من كل قلبي يرب القادم يكون أجمل عليك وعلى أهل دارك أنا اليوم جداً فرحان بك كابتن أنت إضافة لبرنامج أكيد لبرنامج أخطائي أنا حالياً أعتبرني ما أفهم شي بكوات القدم قال للمشاهدين أريد نفرح بالمنتخب الشوق التي يوصل كأس العالم من الستة وثمانين حتى نسيك طبعاً موضوع الدموع من الستة وثمانين أريد نسيك لحد الآن إذا أوصلوا ماذا يوصل المنتخب لكأس العالم أريد نفرح خلي يوصلوا من أول مباراة يخرج ما هو الموضوع كابتن؟ من الستة وثمانين لحد الآن منتخبنا ما قدر يوصل كأس العالم أريد نفرح حالنا حال الناس؟ طبعاً نحن حقنا نشارع الرياضة حقاً أنه يفرح الفرحة الوحيدة اللي فرحت العالم واللي جابت نتيجة هي 2007 الوحيدة اللي بعد المعانات فرحت الشعب ووحدت الشعب مثل ما يقول نحن دورينا اليوم نحن داردنا نصعد كيس العالم نحن صارنا عشر سنين أو 11 سنة أو 12 سنة نقول من السقوط الهسة وضع الدوري تعبان ما طلع جيل يقدر يوصل إلى كيس العالم أبسط شيء هي الفئات العمرية ما مهتمين بالفئات العمرية اليوم اللاعب يريد يوصل يريد يوصل كيس العالم تريد تخطط للمستقبل يعني مثل ما اليابان خططوا الكيس العالم صعدوا وقاموا يصعدون من من 93 من اللي احنا طلعناهم من كيس العالم الحد اليوم هم ما تخلفوا عن كيس العالم ليش؟ خططوا صح إذن كابتن إحنا حاليا تخطيطنا احنا مو صح في موضوع يام المدربين أم عندنا موضوع بالموهبة الموهبة ما قاعد تبدع أكثر احنا عدنا أم وين؟ بالتحديد شخصني حالا هي كل إذا تريد طلع لاعبين ممهوبين لازم مثلا عندك دوري فئات عمرية حتى شون أنا أطلع اللاعب الممهوب أطلع من هاي اللاعب راح يدرج شباب وناشيين وفريق أول يوصل بس إذا ما عندك بالنسبة لدوري الدرجة الممتازة إذا ما عندك دوري قوي ما تقدر أطلع فريق أو لاعبين أقوياء أو لاعبين ممهوبين أنت شفت حضرتك 2007 أخذوا البطولة حصلوا على البطولة وراها الفريق الفريق طلع يعني ما أجى ما أجى واحد عوضهم لاعبين لأن هؤلاء كانوا لاعبين ممهوبين ولاعبين استمروا فترة طويلة لأبوا سوى وحصلوا على هاي البطولة وراها ما أجى كابتن أنت قلت موضوع أنه لازم يكون دوري عراقي قوي نحايا نسمع أنه أكو دوريات عراقية ولا مو مو بالمستوى مو بالمستوى المطلوب يعني التخطيط غلط يعني مثلا اليوم أنت تريد تسوي دوري دوري عام لو تريد تسوي مثلا تسوي دوري دوري مجاميع اليوم الدوري المجاميع هو ما يفيدك سين كابتن أنت دربت نادي الطلبة إذن انتهمين أخطأت حالك حال البقية في موضوع أنه ما أطلعني يمكن نادي الطلبة بصورة صحيحة تشترك أنت شتركت في هذا الخطأ كونك مدرب؟ بشوني أخطأت أنه بتدريبك لنادي الطلبة؟ لا أنا ما أخطأت يعني ابن نادي الطلبة يعني اليوم إذا نادي الطلبة محتاجني فأكون موجود يعني مثل يعني ما أقدر أقولهم أنت دربت نادي الطلبة؟ أنا دربت نادي الطلبة مرتب كمدرب أول بس نادي الطلبة يختلف عن الأندية نادي الطلبة ما بي كمدرب ما بي فلوس لذلك دائما تشوف نادي الطلبة هو متأخر بالفترة الأخيرة لأنه اللاعبين على مستوى عالي ما يجوك لذلك نتحدث إن شاء الله من بعد الفاصل في موضوع تدريبك أنه أنت لعب من يبرز في لعبة لكرة القدم ما يجازف من يصبح مدرب احتمال ما راح ينجح راح يجازف بإسمه ولا ما يجازف في عندنا قصة راح يسرد إن شاء الله أن الكابتي في موضوع الطنطل والله ليسر من بعد الفاصل خليكم ويا نحياكم الله موسيقى 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 مصرف الخليج التجاري يعلن عن السحبة الثانية لمشترك حساب اللؤلؤات للتوفير الجائزة الكبرى سيارة عسان الفين وسبعة عشر لأصحاب الرصيد عشرين مليون دينار فاكثر وهناك جوائز قيمة لأصحاب الأرصدة الأقل من عشرين مليون دينار سيتم إجراء السحبة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني الفين وسبعة عشر ويحق لجميع زبائن مصرف الخليج التجاري تحويل حساباتهم إلى حساب اللؤلؤة مصرف الخليج التجاري شريكك الدائم موسيقى موسيقى رجلنا لكم تحياتنا لكم مشاهدين الكرام حياك الله كابتن نورت وشرفت البغنامج أسردي القصة أو المرة؟ أي قصة؟ موضوع الطنطن هاي بعد ما رجعت من دخلت مع اسكر ضبط من رجعت مع 86 دخلت مع اسكر ضبط شهر فكانت تدريب عنيف وتدريب قوي أكو ساعة تدريب بيها نصعد أكو برج عالي وجوه شون المستنقى دائرية كبيرة تصعد وتشيد ساعة كاملة تصعد وتشيد فمن تصعد انتوا في وقت تريد تشيد تقول لازم تقول اسمك وتقول ايه؟ تقول مثلا أني طنطل ابن طنطل فلان ابن فلان وتشيد سبب ليش إلا طنطل؟ وحتى ثيرك حتى عاقبك يعني عقوبة يعني هو بدل ما يغلط عليك تغلط على نفسك هو يقولك اغلط على نفسك يحشي على نفسك هذا وشم راقلتها كافر أمانة بي كلها أمانة كل ما أصعد أقولها كل ما نصعب نقول هالفقولة كل ما أصعد أقولها طعب طبعا نحنا نعاقب أنفسنا بأنفس بس يموان مشكلة المشكلة آلي هي يعني تكرم خيسة يعني يعني لابس لابس بسطال إيه القد البسطال مو على قدي لتدري البساطي اللي مني طوك إياها البسها حتى لو تشبيرة صغيرة خلاص ايهمة فمن تلبسها شاتها وهذا أضافها على الرجلية وشبيرة هلقيتها ما أقدر بشبير ممكني أربعة واربعين ماشي قيت ايه فلازم تصعد من تصعدان جاية شايد قلت له أنا ما عرف أسبح قل لي قل لي راح أخلي لك واحد هنا يوقف مني تشايد ينقذك ايه نقذك قلت له ها قلت له زير مو هاي بالصدفة عقروقة بالنص قلت له مو هاي العقروقة أنا شاور وصارت معا قل لي تشايد لا خلي واحد يشبرك من فوق عادة قلت الآن نطرطل نطرطل جايد يساعدك كابتن تحياتنا لك أنا ذاك عصر أكيد هذا عصر جميل أكيد عندك أصدقائي يحبوك وتحبهم من اللي خذلك خذلك صداقة غير حقيقية من اللي كسر قلبك كابتن بصراحة صراحة؟ ايه ما عانتي يعني أصدقائي كلهم اللاقتك جيدة جدا اللاقتك قوي بيهم جيدة جدا فما عد أحد أخذاني يوم بالأي يعني نطيت ثقة للشخص معين واخطأت أنه نطيت ثقتك إليه؟ لا يعني قلت لك الكل يعني أتمنى لهم الصحة والعارفة كل أصدقائي هم دائماً يعني يحبوني ويردون خاطري زين طيب كابتن يا عصر كابتن بصراحة يا عصر يسمى عصر الذهبي للكرة العراقية؟ والنزل يعني من الحديث الثلاثة وتسعين يعني تقريباً أبرز البطولات اللي انتقلت Pandora 2000 طيب عصر 예� лет ويحشت لكdamn نحنتون بأول جيل يونس محمود بالتسحذي بيونس جيلا جينبي كأس آسيا لا مع احتراماتي لهذا الجيل هذا الجيل بس ال первый و سبع بس البطولة ألف و سبع فقط فقط يعني هذا الجيل بس 2007 رحنا أحكي لك على البطولات اللي حصلنا عليها الجيل 2007 بعد آسيا جاء كاس الخليج طلعوا لأخير هم نفس الفريق شن السبب خطأ بالمدرب ما عرف شنه هم نفس اللاعبين شنه اللي صار انحس دو مو انحس دو بس يعني حتى أكثر اللاعبين أرهي السبب أكثر اللاعبين طلعوا هم حتى بالتلفزيون قالوا إحنا البطولة أخذناها صدفة هم قالوا إي زين كابتن واحد من الناس نشهد طلع لتشهل مرة بالتلفزيون قال إحنا أخذناها صدفة نشهد أكرم قال إي أخذناها صدفة قال حصلنا عليها صدفة والدليل راحوا يشتركوا كاس الخليج كاس الخليج تكون أقل مستوى المفروض صح له مصح زين حصلنا على المركز ما قبل الآخر زين كابتن قلبي هم ما لعبوا لعبة وحدة حتى تخطيط وناس تعبوا بدل وجهود ما عدهم كل تخطيط الخط اللي لعبوا بي المجموعة كانت سهلة دور الثمانية كانت أسهل الوراها المباراة الوحيدة اللي العراق فاز بيها صعوبة هي كوريا الجنوبية ضربات الجزاء زين كابتن قلبي إذا هم وصلوا لكاس آسيا معادم تخطيط انتوا عدكم تخطيط ليش ما وصلتوا لكاس آسيا إحنا جنو داما ما متعاق بي يعني كاس آسيا تخطيط ينكم يلا ليش ما وصلتوا؟ إحنا جنو متعاقبين إحنا هاي البطولة الآسيوية دائما إحنا ما يخلونا نشترك بها لأن كانت عقوبات على العراق وما انشالت أبد هاي العقوبات؟ يعني بعدين انشالت بس ما قدرنا نوصل يعني نوصل بالتصفيات الأولى بالتصفيات الثانية بالدور الثمانية بالدور الستعاش نطق إذن هم وهي مرات تصير صدفة يعني مرات أنت بطولة يعني قلت لك أنا هم أخذوا البطولة هل أخذوا البطولة؟ ليش ما أخذوا الخليج وراحة؟ إحنا الخليج إحنا ما أخذيها ثلاث مرات كيس العرب دورة العربية يعني هاي البطولات إحنا ما أخذيها زيان كابتن خليك صريح وياي أكثر مدام صارت في موضوع المقارنة الكابتن يونس محمود تحياتي إليه والكابتن أحمد راضي دائماً يصير مقارنة ما بيناتهم أيهما تميلي الكفة أكثر؟ بصراحة تميلي الكفة للكابتن أحمد راضي أو تميلي الكفة للكابتن يونس محمود كل واحد عنده ميزة يعني أنا ما أقدر هسا يطيني الأكثر خليك صريح الأكثر نعم كل واحد عنده ميزة أنا وياك صحيح بس الأكثر تقول له لا هو فلان ومن ثم نبدأ نتكلم على الميزة الأكثر أحمد راضي لأنه هو صديقك ومن جيلك تميلي له لأحمد راضي كانت الكرة القدم أقوى من الفترة الحالية قانون اختلاف صارت حماية أكثر الفرق الفرق اتغيرت اليوم اليوم موكو فريق أحسن من فريق بس قبل لا الفرق ببينة واضحة يعني هذا الفريق أقوى من هذا الفريق فاختلفت أحشي لي كلعب اسمعني أحشي لي كلعب يونس وكلعب الكابتن أحمد راضي زين لو يونس خلي نقول أحيانا وكثيري يقول والله أم عدم حجة مثل أنا أقول لك كلام الشارع لأن نحن ما firefighters لا وصلنا كأس العالم ليس لا أخاب ما بل لا وصلنا لو يونس وصل منتخبنا لكأس لماذا وصلنا بالـ 86 كأس العالم لا كيونس كيونس وصل منتخب لكأس العالم لو يونس محمود وصل منتخب لكأس العالم كجيل يونس يصبح أفضل من الكابتن أحمد هو جيل يختلف أنا أقولك يختلف جيل يعني جيل ككرة القدم حتى كرة القدم اختلفت القوانين هنا اختلفت يعني قلت لك هذا الجيل هذا الجيل ما قدر يسعد كاسر عالم زين كم تصفيات كاسر عالم ما هو ما اشتركه زين كافتن سعال زين انسا مادام قلت انه ترى لا الجيل يختلف لعليش من البداية ترى الموضوع الجيل يختلف ليش ميلت الكفة لي احمد راضي احمد مو انا انا عاصرته اكثر من يونس وعرف امكانية احمد اكثر من رشاشة عشان علينا في موضوع كافتن احمد احمد راضي انجازات احمد راضي وقارنها بيونس محمود يونس محمود يونس محمود ماذا يعمل الانجازات يونس محمود يونس اخويا وصديقي ماذا يعمل الانجاز عده 2007 بس قل لي احمد راضي صعد كاسر عالم قوله بكاسر عالم اخذ الخليج مرتين او ثلاث مرات بطولة الصداقة والسلام كاس العرب يعني هاي كل هاي احمد راضي حصل على افضل لاعب باسي يونس ما حصل على افضل لاعب باسي صح له مصر احنا نقارن مقارنة هي ام اثنين ام اعزاز علينا اصدقائنا فانت انت ردت المقارن اي انا انا هذا رأيه اما رأيك او رأي الشرع الرياضي كل واحد ادرك بالعكس اكيد احنا نحترم رأيك واني احب الكابتن احمد راضي احشقه واحشق الكابتن اكيد يونس محمود ولكن انا اقول لك الناس حاليا ش تفكر كابناء اجيلي شي فكرون وانت ابناء اجيلك انت قلت وجهة نظرك شي فكرون اكيد تحياتنا لهم كلهم ابدعوا اسماء اكيد مهمة في الكرة العراقية انطيني خليفة يونس محمود منهم احنا حاليا نقول شن هو بس يونس السراحة تقولي ترى لاعب الفريق مو بس يونس في اكثر من اللاعب اقولك نعم بس المشاهد حاليا اللي ما الى مثل بيتش الدراية بي كرة القدم شوفوا هذا اللي هدف خلاص طيب هذا اللي هدف الريد واحد مثله هسه يوصلني اكثر اذا واحد يهدف مثله من خليفة يونس محمود بكل صراحة بكل صراحة ماكو ماكو انت هسه سبب قلت لك احنا انت تمين يطلع لاعبين تمين يجيب لاعبين من الدوري غير دوري ايكم منو هداف الدوري يعني هداف الدوري اذا يريد يصير هداف الدوري عده 15-16 هداف دوري كامل 15-16 هداف بينما العقل لازم انت مثلا لازم الهداف الهداف يختلف هداف مو اي واحد يصير هداف طيب احنا قلنا احمد راضي قلنا حسين سعيد اول مرة هو هداف كسرة يعني هداف يعني بالعراق وورا اجي احمد راضي وورا احمد راضي اجي يونس وورا يونس ما اجي احد لان ما شفنا احد يهدف او مثلا يسجل هداف مثلا كابتن تتنبى خلي نقول يعني ما تتنبى حتى شخص يكون خليفة يونس محمود من هذا الجيل او شخص واحد انا اتنبى انه ايمن حسين ايمن تحياتنا ايمن انا اعتقد اذا يستمر ويطور نفسه انا اعتقد يعني عده حستهديفي ويكون هداف شو نشوف شو نشوف الكابتن يونس محمود على طالي الكابتن يونس محمود اذا يدرب نادي طلبه يصبح مدرب لنادي طلبه شو نشوفه كمدرب كمدرب؟ والله كمدرب يعني كاسم ينجحوا يوم ليش؟ لانه اليوم الاسماء مطلوبة ممكن اللاعبين كاسم شو تنصحه؟ بما انك مدرب سالق بما انه انا نصح ليجي للتدريب يونس؟ للتدريب ليجي هو ما عده المان بالتدريب شو ما ادريك؟ انا قاعدت وياه اكثر من مرات وما عده ذيش الرغبة للتدريب عده رغبة للإدارة اذا رسالة نوجهها ليونس محمود لتتقرب للتدريب ولا تجازف باسمك؟ بالتدريب يجعله يتجه للإدارة حاب يكون رئيس الاتحاد حاب يكون نادي طلبه او بالاتحاد هو حاب يكون إدارة بالإدارة ينجح لان بالوقت الحاضر بالشارع هو مرغوب طيب اذا كان يونس يونس رئيس يصبح رئيس الاتحاد رح يغير مجرى الكرة العراقية تتوقع؟ والله اليوم كإدارة انت قلت يونس إدارة كإدارة كإدارة كإسم يونس إذا طور من علاقاتي طبعا العلاقات علاقاتها واسعة يونس علاقاتها لازم تكون بره أكثر ما تكون بالداخل علاقاتها واسعة هو محترف أنا أعتقد يغير لماذا يغير؟ لأن يونس عشن تساندة؟ كل الخليج لو يصبح رئيس؟ أنا واحد من الناس أساندة أكيد لأن يونس عدة طموح يغير يغير كرة القدم بالرياضة خاصة كرة القدم تحياتنا لكابتن يونس محمود لماذا وجد chops المسلم؟ تابع ريال مدريد وشجع ريال أم تشجع باشلونة؟ شرير مدريد ريال مدريد تحب ريال مدريد بأ aha كنت أعصبي؟ أ ؟ لا لا بشتuerdo لا لا فريقي ويخسر مثلا يعني أنت مو عصبي المزاج وتتنرفز لا أنا عصبي أنا عصبي بس مو ما العصبي أنه أنا مثلا فريق يخسر مثلا الفرق أوروبا أنه أنا تعصب عليها بس مجرد أشاهد طيب حضرتك عضو في الهيئة الإدارية لنادي الطلبة وقدمت استقالتك وقال وراء هذه الاستقالة على أكاظر ما ستجاوب لا أنا شوفه أنا من دخلت بالإدارة دخلي أنا مو حب الإدارة بصراحة مو طموح الإدارة بس علاء ومهدي وإحنا كأولاد النادي بعد السقوط بعد ما توفى دكتور الهدياب الله يرحمه الله يرحمه بقى النادي ما بي أحد فردنا نحن نكون ولد النادي يعني يبقون بالنادي هم ما يجوا واحد غريب فأنا علاقة اللي قل لي تعال أنت قلت لأنا ما أقدر أنا أحب التدريب أحب اسمي ما أحب الإدارة قال لي تعال لا بس مجرد إحنا ندخل نادي من ريدة حد إذن ما إي فمن قال لي بس ندخل فترة و تعال لح تكبع تريد تبقى تريد تطلع تريد فأنا صرت أمين سر الطلبة على صار رئيس النادي ومهدي كاظم صار أمين المالي الحمد لله إذن ما كان وراء سبب الاستيقالة لا 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 كيف نسلم على الكابتن على أنا طلعت تحياتنا إلى طيب كابتن أريد نتكلم بكم شغلة شخصية أكثر على حياتك كلمة في موضوع الكرة حضرتك متزوج كم طفل عندك أنا عدي ستة ثلاثين حسوني متعادلين حسوني حسوني مو مالك نطيني خليفة حبيب جحفر عدي عموري عمار يخلي إلك يعني الاسماء خلنبدي من الأكبر عدي علي عدي نور عمار ونيران كابتن ناسي أطفالك وحسوني في دول ناسي ناسي أطفالك ناسي أطفالك كابتن لا معقول من أخطاك أنت تنسى أطفالك لا لا شوك وعد إنسيهم بس يعد لك يوم بالسرعة أي أحسن ستة يخليهم إلك حسوني يعني استمعت علاقتك كوية غير عن البقية المدلة الحسوني رغم أنه مو يم الطوبة مو يم الطوبة سميل بس يأكل يخلي يسلمي لا هو حسوني ما ما العلاقة بالرياضة أه ما العلاقة بالرياضة يعني عكس أخوته يعني يحبون الرياضة يحبون يلعبون بس حسوني لا طيب يخليهم إلك أطفالك يا ربي يبارك بأعمارهم وإن شاء الله حاليا أنت مرتاح وحياة طبيعية يمك في سؤال عندي أروح نرجع للطوبة أكيد من اللي أبعدك عن المنتخب عن الأولمبي أبعدك من عبدالغني شهد أبعدك عن اللعب عن الاتحاد بالتحديد وعدك عن اللعب أي يعني اللي بعدني عن التدريب يعني أنا جيت مساعد المدرب من تخبولهم من اللي أبعدك؟ أبعدني رئيس الاتحاد يعني الاتحاد وعبدالغني شهد لماذا؟ لا أعرف لماذا سباب شخصية؟ لا أعني لحد الآن يعني أريد السبب أنه خلي يطلع أو مثلا أي واحد يجاوبني من الاتحاد أو من غني السبب ما أطاني يعني حتى وجهن لوجه قبل الفترة قابلته يغني لو قدامي ما أجاوب يغير من أعرف ليش ما أحد يعرف ما أحد يعرف يعني خوف أنا لو أقول لك سبب مع العلم نحن يعني كل ثلاث مدربين يعني عاصرتهم اللي هو هادم طنش كان مدرب كان شاسمه جاء بعد حكيم شاكر وبعده جاء يحي علوان ونوبي جاء عبدالغني شهد ثلاثة ثماني أربعة هم ذو لأهن الموجود وما قالوا؟ عادم موجود بس كل ما أن نأخذ بطولة أو نحصل على إنجاز أطلعاني تجيبون واحد غيري هناك ويرجعوني شو عكس؟ ما أعرف هناك ويرجعوني أولا أنا أريد أعرف السبب هناك أرجع يعني يرجعوني مثلا من هو الذي يرجعني يرجعني مثلا ترجعني الصحافة ترجعني الشارع الرياضي الذي يحيون عليهم يرجعني إنهم أرجعاني يعني كابتن شون بعد حتى لا نطلع ما نجيب بطولة بعد ولا نجيب أي فوز حتى نقم نحضر آخر وحدة آخر وحدة ويغني شهد صعدنا لأولمبياد برازيل من رجعنا من غيره والكادر يغيرون الكادر تغيرت بس عنه إذن نحن سمعنا إنه رح يغيرون الكادر شو هذا الكادر كله طلع بس حبيب جع فرط ما أعرف هاي لازم نسأله منهم نسأله إن شاء الله نحقق في هذا الموضوع أكثر منه ما يسمىك النحلة خلينا هذا مو أكتهسر خلينا عن نحلة النحلة رحنا لعبنا لعبنا بمصر لعبنا مباريات ودية مباريات النقل معلق مصري سماني النحلة النحلة حتى لا دغتها بي شفاء جميل طيب طيب منه اللي يسمىك يجى دورك هاي حاليا الزيطة الزيطة الله يذكره بالخير تحياتنا على شيخ المعلقين مؤيد مؤيد البدري يعني هو دائما يعلق الزيطة شون كنت تشوف تعليقه مؤيد البدري مؤيد يعني مؤيد يعني يسوي لك أول شيء عدة تفاصيل كثير عن اللاعبين يسوي لك فالجو إنه من يعلق يعني يحكي عن حياة اللاعب يعرف كل حياة اللاعبين عند المام عدة معلومة كافية على حياة اللاعبين طيب تعبت الوعيب أخواننا الخليج أنا ذاك شبهو أتعبتهم بالملعب والله هم دائما ما يطلعون باللقاعات يعني يقولون أتعبنا حبيب جعفر واحد من عدهم كويتي أحمد عبد الجواد اللاعب السعودي أحمد عبد الجواد كان دفاع يسار وأني شو بيهمين أنا هذا يعني كان هم يسمون جناخ الطار يعني هذا أنا بهذلت يعني حتى السعوديين بوقتها يعني قالوا قالوا مستحيل يعني ما تشنا نصدق إنه أحد يراوغ وبهذلت بهذلت زين عندك جرى أكثر منو اللـ Cathy تقول إنه باللعب هو اللي يبهدنني هو اللي يبهدني أي بصراح إيه بصراحة ش Legislолж��고 باللعب منو ما معقول ما باللعب معين لأ لا أكو يعني إصير ند بيني وبين سعد عبد الحميد ضد الجوية من اللعب ضد الجوية مني العب صير ند بيني وبيني يعني تاتش أي دائما تاتش يعني بس أنا دائماً أراوغة بصراحة أراوغة وأبهذر بس يقولوني ما خلتي يطلعني الحبيب ما خلتي يطلعني هو سعد لا مستحيل كل المباريات اللي ضد الجوية وهي سعد عبد الحميد يعني أنا لازم أسوي بفلس منه من كثر ما يشتح كابتن نورتني وشرفتني أتمنى لك حياة حلوة وجميل أنا من كل قلبي كلمة لمحبيك ولي برنامج أخطائي أول شي كلمة هذا البرنامج برنامج رائع ومقدم نزار تحياتي إليك وتحياتي إلى جمهوري الكريم وأتمنى المرفقية للجميع إن شاء الله شكراً نورتني شكراً حبي تحياتي لكم أصدقاء الغالين أتمنى لكم حياة حلوة وسعيدة من كل قلبي يا رب القادم أجمل عليكم أخوكم نزار الفارس إلى الملتقى حياكم الله اشتركوا في القناة